السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه كل سنة وانتوا طيبين وعلى حبابكم متهنيين ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فنوس رمضان بالحجم الكبير اللي احنا سايفينه الجميل ده ده طوله تقريبا 50 سنتي يعني حاجة كبيرة وضخمة مش زي اللي كنا عملناه قبل كده ده اللي كنا عملناه قبل كده للاطفال الصغير ده ده يعني حاجة مختلفة احنا عاملينه النهاردة كبير مش زي اللي كنا عملينه في الفيديو اللي قبل ده لو حابين تعملوا المقاس الصغير ده هسيب لكم اللينك بتاعه في سندوق الوصف ترجعوله يعني وتعملوه بمنتهى السهولة ان شاء الله وتفرحوا الاولاء اما هنعمل مع بعض النهاردة المقاس الكبير علشان نعلقه في الصلاة بقى وفي البلكونة ونفرح برمضان ونفرح كل اللي معانا ان شاء الله طريقته منتهى السهولة والفكرة بتاعته الفكرة انا المفروض اخد علاقة اختراعية فكرة حلقات الستير دي فكرت يعني كان نفس ان انا اعمل فانوس يكون متماسك وقوي زي ما احنا شايفين كده قوي ما يتطبقش وفي نفس الوقت يخرج الاضاءة بتاعة اللمبة اللي هحطها جواه او وحدة الاضاءة او ايا كان الحاجة اللي هنور بيها لان الفانوس اضاءة فجات للفكرة دي بقى علشان يكون الفانوس بالشكل ده يكون متماسك وفي نفس الوقت يخرج الاضاءة من الفتحات دي بالشكل ده زي ما احنا شايفين حلقات الستاير دي متوفرة في كل مكان أي مكان أنت هتكوني فيه أكيد هيكون عندك محل أو 2 أو 3 كمان بيبيعوا الحاجات اللي هي بتاعت الستاير دي أنا عن نفسي في المكان اللي أنا فيه عندي محلين يعني أكيد هتلاقي في المكان اللي أنت فيه أي محل بيبيع الحاجات بتاعت الستاير دي أتروح تقولي له عايزة حلقات ساير دي قطرها بيكون 3 أو 6 من 10 تحتاجي للمأس الكبير ده 21 حلقة أما لو عايزة تعمل المأس الصغير ده بيحتاج 8 حلقات بس تمام فاشوف انت عايزة تعمل ايه طبعا دي موفرة جدا انت لو عايزة تشتري شاسية لفانوس الشاسية المقاس الصغير انا سألت عليه قال لي 65 جنيه ما عارفش بقى المقاس الكبير هيكون بكام فده هيكون اوفر لك بكتير فبالنسبة للمقاس الصغير هتحتاجي 8 جنيه الحلقة بتب بجنيه على فكرة بشتريها بجنيه 8 جنيه هيوفر عليك الشاسية بـ 65 جنيه بالنسبة للمقاس الكبير بقى ما عارفش افصلا الشاسية الكبير مقاسه كام فهتحتاج 21 حلقة بـ 21 جنيه مش كتير يعني فتكلفة بسيطة تقدر انك تعملي الحاجة بشكل جميل زي ما احنا شايفين كمان لان افصلا حتى الشاسية لما بتعمليه وتشتغل عليه برضو بيقفل الاضاءة ما بيطلعش الاضاءة اللي انت تحب انك تشوفيها لازم يكون خط خفيف قوي علشان يخرجلك الاضاء اما ده بقى الفتحات دي عملالك اني هتخرجلك الاضاءة بتاعته بشكل جميل جدا زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده بتمنى من ربنا الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه طبعا يساعدني جدا ان اضمكم القناة بالضغط على كمهات الاشتراك اصبسكرابي المكتوب اللي هو الأحمر تحت الفيديو كمان هنسور لكم جرس بالضغط عليه وصلكم اشعار بكل فيديو كمان يا لت بتنسيش تعملوا لايك الفيديو ويا لت تعملوا شير كمان علشان كل الناس يوصلوا على الفيديو وان شاء الله يطبقوا معانا وينفزوا يا جماعة ابعتولي على الصفحة بتاعت على الفيسبوك صفحتي اسمها فاتن فؤاد بالانجليزي هسيبلكو الرابط بتاعها برضو في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت علشان عايزة اشوف تطبيقاتكم وانزلها بقى على المنتدينة ان شاء الله ونفرح مع بعض برمضان ويلا بقاها علشان طولنا عليك وانا اسفة على الإطالة يلا نبدأ بقى على طول ونقول باسم الله ونشوف هنعمل ايه احتاج 21 حلقا من حلقات الستاير دي اللي هي قطرها 3.6 سنتي وهحتاج خط مكرمية مصري تقريبا نص كيلو الكمية كلها اللي احتاجها للفنوس من اللون الاساسي تقريبا 400 جرام او 350 و150 جرام من اللون التاني اللي تستخدمه معك وهستخدم مع خط المكرمية المصري ابر رقم 5 وكمان هحتاج الولاعة علشان اقص بيها الخطوة واثبته وابرة التنظيف علشان التوصيل للحلقات وهحتاج القصفة دي علشان اقص بيها الحلقات بالشكل ده كده او بخلي الناحية دي هنا بالشكل ده كده اقصهم كلهم اقصهم كلهم دلوقتي هبتدي اشتغال على الحلقة على طول هجيب الحلقات حلقة حلقة بالشكل ده كده هدخل بالابرة جوه الحلقة اسحب الخيط وخرجه بالشكل ده كده واقفل بسلسل تمام؟ هدخل جوه الحلقة ثاني كده اسحب الخيط وخرجه واعمل غرزة الحشو بتاعت تمام؟ كده واحد اتنين تلاتة انا بعمل غرز العدد اللي يكفي انه يغطيه للحلقة دي كويس جدا ايام كان العدد ده على حسب سمك الخيط اللي معاكي واتساع الحلقة هتعملي الغرز دي انا هعمله مرجع اقول لكم عملت كام غرزة خلصت كده عملت غرز اللي تملايلي الحلقة زي ما انتوا شايفين مغطيها كده كويس دول خمسة وعشرين غرزة دلوقتي هزوت حتة من الخط كده تقريبا خمسة وعشرين سنتي كده او تلاتين سنتي يعني حتة كده علشان ابقى اربط بها الحلقات ببعضها باسبها وباجي على الطرف ده اللي هو الاولاني الصغير ده بقصص زيادة فيه نولعه واسبته بالشكل ده كده اهو تمام؟ هعمل كل الحلقات بنفس الشكل ده معادة حلقة واحدة بس هعملها بلون مختلف اللون النباتي تمام؟ يبقى هعمل عشرين حلقة باللون ده وحلقة واحدة بس باللون النباتي هعمله وما ارجع لكم خلصت كده عملت الحلقات كلها بنفس الطريقة اللي قلنا عليها كل حلقة فيها خمسة وعشرين غرزة حاشو اه دول عشرة ودول عشرة هنشبك العشرة دول مع بعض والعشرة دول مع بعض وبعدين نشبكهم هما الاتنين في بعض هوريكم دلوقتي كل حاجة بالتفصيل طبعا دي هنركنها دلوقتي مش عايزينها خالص هناخد بقى العشرة دول نبتدي نشبكهم في بعض هجيب إبرة التنظيف بش والضم فيها طرف الخط اللي أنا سايبها ده كده وبعدين هروح على الغرزة الأخيرة او الأولى او الغرزة عملتها ادخل كده من تحت واقفل الحلقة بالشكل ده كده هرجع الخط للمكان اللي جاي منه ايه فين ازاي كده حيث ان الغرز كلها زي بعض بالشكل ده وبعدين هجيب الحلقة التانية الحلقة اللي طالع بينها الخط دي ما اللي اشدعوا بيها هعد اتنين اربعة ستة تمانية في الغرزة الثامنة دي يعني هسيب سبعة غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة خلاف الغرزة اللي طالع منها الخير وادخل فيها كده واسحب الخط وابتدي اربط في بعضه اهو انا طالع من الغرزة دي معرف شوية اهو دي الغرزة اللي جنبها هدخل فيها هروح على الغرزة اللي قصدها اللي هي دي ايه فين ازاي كده وابتدي اخيط اروح على الغرزة اللي وراها كل طرفين جنب بعض اخيطهم في بعض بالشكل ده كده اهو اخيط في كم غرزة في اربع غرز كده خلاص ارجع تاني خياطة برضو لغاية ما وصل للطرف التاني الشكل ده كده وعدين ادخل بالخيط اللي هنا لجوة عشان اسبت الخيط كده انا خلاص ربطتهم ببعض الحلقتين دول هاقص الخيط الزيادة بالولعة واسبتوا الجوة كده تمام اروح على الطرف التاني من الحلقة قدامي اهو شايفين دول كده بعمل مجبوكين في بعضهم ايجيب على الطرف التاني اجيب برضو الطرف والضمه كده واقفل السطر الاول فاول غرزة كنت عاملها هادخل كده ورجع الخيط للمكان اللي جاي منه تحت ال بيكون فيه لفتين فوق الابرة اهو الشكل ده كده طرف تقفل اجيب حلقة تانية اهو الغرزة اللي طلع منها الخيط ما اللي اجدعوها بيها اعد سبع غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة في الغرزة التامنة دي هادخل كده واسحب الخيط اخرجه وابتدي اسببت الحلقات في بعضه طبعا العدد ده يعني نسبي على حسب عدد الغرز اللي معاك يعني لو انت عامل عدد غرز اقل من كده هيبقى الغرز دي ستة غرز مثلا بحيث ان هو يكون متوسط بس يعني احنا بنحاول ان احنا نوسط الشغل بتاعنا اهو ممكن تعملها بالتقريب كده من غير عدد اصلا خالص انا كنت بعمل كده في الاول بس العدد يعني بيسهلها شوي اهو كده خلاص خيطهم اقص الخطز زيادة واسبق الخط لجوه بالشكل ده كده اجيب برضو الابرة واكمل تشبيك العشر حلقات بنفس الطريقة دي اقفل الاول هنا ده السطر الاول الغرزة الاولانية اقفلها الاول بالشكل ده كده وبعدين اجيب حلقة تانية واسبت فيها بنفس الطريقة اللي قلنا عليها اكملهم العشر حلقات وهرجع لهم خلصت كده تشبيك العشر حلقات الاولانيين لشكلهم معايا اهو دلوقتي هنقفل اخر حلقتين مع بعض الشكل ده كده اهو بعد برضو من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة التامنة بدخل اهو ابتدأ سبتهم على بعض واقفل بحيث انهم يبقوا شكل دائري بقى بحيث انهم يبقوا شكل دائري ده بالوقت هنبدن نشتغل عليها من فوق من جانب واحد بس جيب طرف الخيط وادخل من اي مكان بنسيب غرزتين غير الغرزة الاخيرة دي بنسيب غرزتين ودخل في الغرزة التالتة هنا كده نسحب الخيط ونخرجه ونرتفع سلسلة تمام اروح الالغرزة اللي وراها واعمل فيها غرزة حشو والغرزة اللي وراها كمان هعمل فيها غرزة حشو وانا كده اشتغلت التلات غرز اللي في النص ستة هنا غرزتين غير الغرزة اللي مقفول فيها وهنا غرزتين غير الغرزة اللي مقفول فيها وباشتغل التلات غرز اللي في النص وبعدين هعمل تلات سلاسل في الهواء واحد اتنين تلات بالشكل ده كده تمام وبعدين اروح على الحلقة اللي وراها بسيب برضو غرزتين الغرزة التالتة ادخل الشكل ده كده وعمل غرزة حشو غرزة اللي وراها كمان كده اتنين ودي التالتة اهيه كده تلات واضح كده نعد تلات سلاسل في الهواء واحد اتنين تلات ونروح على الحلقة اللي وراها هنفوت غرزتين وفي الغرزة التالتة هدخل وعمل غرزة حشو دي واحد اتنين تلاتة تمام? اكرر لغاية ما وصل لهنا وهرجع لكم وصلت كده لاخر السطر بالبداية اللي كنت بدأ منها هسبت طرف الخط ده الاول كده بالولاعة واحدين هروح للغرزة اللي كنت عاملها في الاول دي ها اصحب الخط وخرجه وقفل بمنزلقة بالشكل ده كده تمام? وهروح على الفراغ على طول اللي عليه الدور ده الفراغ الكبير ده اللي بين الحلقتين وهعمل فيه غرز حشو والشكل ده كده واحد اتنين جوه الفراغ هدخل كده سايفين ازاي جوه الفراغ اسحب الخط وخرجه واعمل غرزة الحشو كده تلاتة اربعة خمسة ده كأنني مش شايفاها هاعدي على اللي ورا على طول الفراغ اللي ورا واعمل خمس غرز حشو اتنين تلاتة اربعة خمسة اروح على الفراغ اللي وراها واعمل برضو خمس غرز حشو هكرر لغاية ما تقفل الجزئية دي كده كلها ووصل لأول سطر كنت عاملا هنا وهرجع لكم ووصلت كده لآخر السطر اهو هدخل اسحب الخط وخرجه وقفل بمنزلقة بالشكل ده كده وهقص الخط وهقفله هقفل السطر ده كده في اي طريقة مش فرقة لانه وصلنا هيتشغل عليه مش هيباني اهو كده القطعة ديت اللي هتبقى دي اللي هتبقى فوق عشان كده انا قفلته تمام هنعمل الحلقات التانية دي العشر حلقات دول بنفس الطريقة انهم ما يبقوا زي دي كده بالزبط اعملهم وارجع لكم خلصت كده عملت الجزء التاني من الحلقات بنفس الطريقة وققوا عمليين زيته باقيين كده هنشتغل على واحد الجزء الفقاني من الفانوس وواحد الجزء التحت قعدة الفانوس نشتغل الجزء الفقاني الاول من الفانوس هجيب طرف الخيط اللون النباتي اهو ادخل من النص من هنا كده اسحب الخيط وخرجه وارتفع اتنين سلسلة بالشكل ده كده بنفس المكان هيأخذ لفة معي على الابرة وانزل اسحب الخيط وخرجه كده بقى معي الثلاث لفات اخذ كمان لفة وانزل في نفس المكان اسحب الخيط وخرجه قد بقى معي الثلاث لفات على الابرة اسحب الخيط وخرجه من كل اللفات اللي مهاي علي Bil pais بالشكل ده كده وقفل بسلسلة اثبت طرف ده كده بنولا بالأول وبعدين هروح على المكان اللي هو بين الغرز الحشو دي في النص هنا كده فوق الحلقة بالزبط هاخد لفة معا على الإبرة وهنزل جوه في المكان ده في النص كده أسحب الخط وخرجه تاني أخد لفة وادخل وأسحب الخط وخرجه أخد كمان لفة وادخل وأسحب الخط وخرجه كده بقى معايا كم لفة على الإبرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبع لفات على الإبرة أسحب الخط وخرجه من السبع لفات كلهم بالشكل ده كده اهو وأقفل بسلسلة وبعدين أخد لفة معا على الإبرة وهاجع على الغرزة اللي في النص دي هنا أسحب الخط وخرجه تاني أخد لفة معا على الإبرة وادخل في نفس المكان أسحب الخط وخرجه كمان مرة دي التالت اهو كده معايا سبع لفات على الإبرة أسحب الخط وخرجه من السبع لفات كلهم مرة واحدة بالشكل ده كده وأقفل بسلسلة وهروح فوق الحلقة في النص بين مجموعات غراز الحشو دي هنا وأقفل نفس الطريقة غرزة باف الثلاث لفات اهو وأقفل بسلسلة أكمل في النص هنا غرزة باف وبعدين فوق الحلقة بالضبط كده في النص غرزة باف وأروح على غراز الحشو اللي بعدها هكذا لغاية لما وصل لآخر السطر هنا هرجعلكم خلصت كده وصلت لآخر السطر طرق اللي قلنا عليها اهو دلوقتي هقص الخيط وأسحبه وخرجه كده وهقفل السطر ده دي أول غرزة كنا عملين هيا تخل فيها وعدين أرجع الخيط للمكان اللي جاي منه الشكل ده كده واسبت الخيط الحتة دي هاو تمام كده نجيب هيا ألوان حابة تلونيها أنا حبيت أدخل باللون الدهبي ده هعمل به هاو هدخل بين غرزتين الباف هنا كده في أي مكان وأرتفع اتنين سلسلة بالشكل ده وبعدين أخذ لفة مع الإبروانزل في نفس المكان وأسحب الخيط وخرجه كما ممر أخذ لفة معي على الإبروانزل وأسحب الخيط وخرجه وأعمل ورزة بوف بلفتين لأن فيه ارتفاع هنحسبه كأنه لفة تمام وقفل بسلسلة وهروح على الفراغ اللي وراها أخذ لفة معي على الإبرة وادخل وأعمل بفة ثلاث لفة أثبت الخيط الأول هنبي ديني ههو كده ثاني بقى كده خلاص أخذ لفة معي على الإبرة أدخل أسحب الخيط وخرجه وأعمل بفة ثلاث لفات برضو زي ما كنا بنعمل في السطر اللي قبل ده الشكل ده كده وقفل بسلسلة فأكرر لغاية آخر السطر وهقفله وهكمل هعمل كمان سطر باللون النباتي وكمان سطر باللون الدهبي وهرجع لكم بعد يعني هكمل السطر ده للآخر وهعمل سطر كمان نباتي وسطر كمان دهبي يعيبوا كده أربع سطور بغرزة البف هرجع لكم في السطر الخامس علشان نشوف هنعمل ايه خلصت كده عملت أربع سطور بغرزة البف زي ما قلنا دلوقتي هنبتدي بقى نلم الجزء اللي فوق شوية في السطرين اللي جايين هما سطرين اللي بقيين من غرزة البف دي بس هنعملهم بف بلفتين بس أدخل كده أسحب الخيط وخرجه وارتفع اتنين سلسلة بالشكل ده كده وبعدين أخذ لفع معي على الإبرة وادخل في نفس المكان أسحب الخيط وخرجه وقفل بالشكل ده كده أسبب طرف الخيط وارتفع على الغرزة اللي وراها هعمل الأول أقفل بسلسلة كده الأول وبعدين هروح على الغرزة اللي وراها أخذ لفة معي على الإبرة وادخل بين غرزتين البف كده أسحب الخيط وخرجه واخد كمان لفة وانزل وأسحب الخيط وخرجه وقفل بالشكل ده كده يبقى بوف بلفتين بس عشان أبتدي ألم شوية الطرف اللي فوق ده تاني أخذ لفة معي على الإبرة وادخل أسحب الخيط وخرجه كمان لفة وادخل وأسحب الخيط وخرجه وقفل وقفل عليهم بسلسلة بالشكل ده كده هكمل السطر كله غرزة بوف بلفتين بغاية ما وصل لآخر السطر وصلت كده لآخر السطر وغرزة البوف بلفتين حسن الفانوس بدأ يلم معنا شوية ولسه هيلم كمان هقفل السطر هدخل كده في أول غرزة كنت عاملها أصحاب الخيط وخرجه وخرجه من اللفة اللي معي الإبرة كمان وهروح على الفراغ اللي عليه الدور هدخل كده أصحاب الخيط وخرجه وارتفع اتنين سلسلة وبعدين هبتدي أعمل السطر ده وبرضو هعمل غرزة بوف كأنها نص عمود يعني كده بس دي الغرزة الأولينية علشان بيكون جنبها ارتفاع مش هنقفل بسلسلة في السطر ده هنعمل غرز البوف بلفتين من غير مسافة سلسلة بينهم علشان نلم أكتر فهاخد لفة مع الإبرة وهروح على الفراغ اللي بعده أسحب الخط وخرجه واسيوه معاه على الإبرة نهو هاخد لفتين وانزل في نفس المكان وبعدين أقفل ورزة البوف بلفتين دي ومش بعمل مسافة سلسلة بروح على الفراغ اللي وراها وعمل ورزة بوف بلفتين برضو ههو من غير مسافات بقى علشان نلم هكمل لآخر السطر بالشكل ده وارجع لكم وصلت كده لآخر السطر غرزة البوف بلفتين بدون مسافات زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده دلوقت هقفل السطر فأول غرزة بوف كنت عاملها بالشكل ده كده بعدين هرتفع سلسلة وهكتدي أشتغل السطر ده غرز حشو فوق كل غرزة من دول هدخل كده وعمل غرزة حشو هنحس انها هتلم معانا مع ان انا مش هنعمل تناقص لسه في السطر ده بس هتحس انها هتلم معاك لان المسافات واسعة شوية فانت هتشد يديك بقى وتعمل السطر ده بغرزة الحشو فوق كل غرزة غرزة زي ما احنا شايفين كده هكملها الاخر السطر وهرجع لكم خلصت وصلت الاخر السطر بغرزة الحشو دي اول غرزة كنت عاملها هقفل السطر فيها بالشكل ده كده وارتفع سلسلة وهشتغل السطر ده بقى هيكون فيه تناقص التناقص هيكون ازاي ادخل في اللفة الامامية للغرزة كده وهاروح على اللفة الامامية للغرزة اللي وراها كمان بالشكل ده كده كده معي لفتين على الابرة فيه للفة الاولانية تمام اسحب الخطو وخرجه من اللفتين وعمل غرزة حشو كده انا بحول غرزتين لغرزة بشكل جميل جدا ما يبنش هروح على الغرزتين اللي وراهم برضو بنفس الطريقة لللفة الامامية هه هروح هكمل السطر للاخر بنفس طريقة التناقص دي كملوا الاخر وارجع لكم وصلت كده لاخر السطر وده شكل القطع معي هكمل بنفس طريقة التناقص من غير ما قفل السطر يعني مفروض ان انا كنت هقفل السطر هنا هكمل بنفس طريقة التناقص من غير ما قفل السطر لغاية ما تقفل معي خالص اهو. الشكل ده كده. اعمل غرزة حشو. راح على الغرزتين اللي وراها. اخر مرة هعمل فيها تناقص هي المرة دي. هدخل هنا كده. وهنا. وخلص كده كفاءة ولمت معي وبقت جميلة هي. شايفين بقت عاملة زي القبة كده وشكلها حلو جدا ومزبوطة. اه. طيب دلوقتي هقص. اسيب حتة كده من الخيط علشان اسبت بيها الحلقة اللي هي هتكون طرف الفانوس من فوق. اهو. اسحب الخيط ده خرجه. وهيجيب ابرة التنظيف. اهو. والحلقة بتاعتي. اهي. حلقة بتاعتنا اهي. قفلتها. وهبتدي اثبتها بقى في النص هنا كده. ترجمة نانسي قنقر خلاص كده هقص الخيط. لأ المفروض. ايوه هقص الخيط خلاص كده. هبقى لفة في الاخر عليها بعد ما هحط الاضاءة فيه. كده الجزء الفقاني بتاعنا خلاص من الفانوس. ده شكله. ودلوقتي هنروح للجزء اللي تحت من الفانوس. نشتغل وهو كمان. اهو. بتدي اشتغل من الحتة دي. اللي كن معايا بقى كده. هبتدي ادخل من هنا. هجيب الخيط اللون الذهب. اهو. بدي ادخل كده. واتفع فلسلة. وهبتدي اشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. اهو. السطر ده مش هعمل فيه اي تناقص. اشتغل فوق كل غرزة غرزة. شايفين ازاي? اهو. اشتغل فوق كل غرزة حشو. غرزة حشو. بالشكل ده كده. هكمل لغاية اخر السطر وهارجع لكم. وصلت كده لاخر السطر بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين كده. ليش تزايد ولا تناقص ولا اي حاجة. دلوقتي هقفل السطر. باول غرزة حشو كنت عاملها بالشكل ده كده. وهرتفع سلسلة. بنفس المكان هنزل وعمل غرزة حشو. والسطر ده هيكون فيه تناقص. تناقص فيها هيكون ازاي? هعمل كده. ادي واحد. اتنين. والغرزة الاولينية كنت عاملها يبقى كده تلات غرز. تمام? عملت كده تلات غرز. الغرزة الرابعة هعمل فيها تناقص ازاي? هتخل في اللفة الامامية للغرزة. في اللفة الامامية للغرزة اللي وراها. واسحب الخط وعمل غرزة حشو. بالشكل ده كده. بعدين هروح على الغرزة اللي وراها اعمل تاني. واحد. اتنين. تلاتة. وعمل تناقص. وهو في اللفة الامامية. بعدين على اللفة الامامية للغرزة اللي وراها. اسحب الخط وخرجه. وعمل غرزة حشو. اكرر. تلاتة غرز. ثابتة. وغرزة تناقص. كده تلاتة. للغرزة اللي وراها هي يكون فيها تناقص. اكمل بالشكل ده كده لغاية اخر السطر وهارجع لكم. وصلت كده الاخر السطر بالطريقة اللي قلنا عليها. ودلوقتي هقفل السطر في اول غرزة حشو كنت عاملها اهو. بالشكل ده كده. وهرتفع سلسلة. والسطر ده هعمله بدون تزايد ولا تناقص فوق كل غرزة غرزة. تمام? هعمل السطر للاخر بغرزة الحشو بدون تزايد ولا تناقص. وهرجع لكم نشوف هنعمل ايه بعد كده. وصلت كده لاخر السطر. ودلوقتي هقص الخيط. واقفل السطر ده. كده خلاص. نجيب اللون النباتي. اهو. تخل من اي مكان. اسحب الخط وخرجه. وهعمل تناقص كمان مرة. بس التناقص المرة دي هيكون مختلف. دي كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. اربعة. خمسة. بعد خمسة غرزة هعمل غرزة تناقص. الطريقة اللي قلنا عليها. اهو. الشكل ده كده. وعدنا كرر تاني. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هعمل تناقص. وهكده لغاية اخر السطر. وصلت كده لاخر السطر. اهو. شايفين الجزء ده يعتبر لم معايا خالص اهو. كده هنوقف التناقص مش هيبقى في تناقص تاني. هقفل السطر ده. اهو. في اول غرزة كنت عاملها بالشكل ده كده. وهارتفع سلسلة. وهعمل سطر. بدون تزايد ولا تناقص. فوق كل غرزة غرزة. هعمل السطر ده للاخر. وارجع لكم. وصلت كده لاخر السطر. وده شكل القطعم عايا دلوقتي. اهي. بقت عاملة بالشكل ده كده. لو جبنا الجزء التاني وحطناهم على بعض هيبقوا بالشكل ده. لو حسن الطول ده كافي بالنسبالك تمام. ابتدي اعملي. استني شوية لما اقولك هنعمل تزايد. لان انا لسه مش هعمل تزايد دلوقتي. لو انت شايفة الطول ده مناسب لك هتعمل التزايد اللي هعمله بعد الخطوة دي. فانا هعمل لسه خطوة ان انا هزايد كمان سطرين باللون النباتي ده علشان عايزي يطول كمان شوية. تمام? فهعمل سطرين كمان بغرزة الحشو بدون تزايد ولا تناقص. تمام? هعملهم وارجع لكم وارجع لكم بقى نعمل التزايد بتاع الكاس ازاي. خلصت كده عملت سطرين زي ما قلت لكم وده بالنسبة لي كده المقاس ده كده بقى كافي اهو. يعني حس انه كده يدوب بقى هعمل التزايد بتاع الاعداء وهيبقى شكله جميل والمقاس بتاعه تحفى زي ما احنا شايفين كده. طيب دلوقتي هقفل السطر. وان كده نعمل بقى التزايد بتاع الكاس اللي تحت. هرتفع سلسلة. اهو ارتفعت سلسلة. هنزل في نفس المكان وعمل غرزة حشو. الغرزة اللي وراها هعمل فيها تزايد يعني هعمل غرزتين حشو. اهو. هدخل في الغرزة اسحب الخطوة وخرجه وعمل غرزة حشو. في نفس المكان هنزل وعمل كمان غرزة حشو. اهو بالشكل ده كده. اروح على الغرزة اللي وراها اعمل غرزة حشو. اللي بعدها فيها تزايد. اتنين حشو. واحد في نفس المكان. انزلتين وعمل كمان غرزة. كرر بنفس الشكل. غرزة تزايد وغرزة بدون تزايد. دي كده من غير تزايد دي تزايد. كمل لاخر السطر بالشكل ده. غرزة وغرزة. لما وصل الاخر هرجع لكم. وصلت كده لاخر السطر. طريقة التزايد اللي قلنا عليها. غرزة وغرزة. ودلوقتي هقفل السطر بتاعي. وهبتدي اشتغل. سطور بقى بدون تزايد خالص ولا تناقص. لحد ما وصل لطول الاعداء اللي انا عايزها. هنا بالنسبالي هعمل كمان ست سطور بدون تزايد ولا تناقص. يعني فوق كل غرزة غرزة. اكملهم من ست سطور. وهرجع لكم. خلصت كده عملت ست سطور بغرزة الحشب. وده شكل القطع بتاعت القعدة معي اهي. جميلة جدا. ومتمسكة. بس انا مع ذلك بحب ازود سطر بغرزة المنزلقة. في الطرف كده بيدي تمسكه اكتر كمان للقعدة. بدخل كده. اسحب الخيط اخرجه. بعدين اروح على الغرزة اللي وراها. اسحب الخيط وخرجه منها. وخرجه من اللفة اللي معي الابرة كمان بالشكل ده كده. رح على الغرزة اللي وراها. اسحب الخيط وخرجه. وخرجه من اللفة اللي معي كمان بالشكل ده. اقرر. اعمل سطر بغرزة المنزلقة. زي ما احنا شايفين كده. وطبعا هسبت الخيوط بتاعتي. وعدين هرجع لكم بقى لشان نقفل الجزئين دول كده مع بعض. وهيكون كده الفنوس بتاعنا. خلص هنعمله بقى لاضاءة. ويبقى كده تمام. الله سطبي كده اخر غرزة هاي. ها قص الخيط. اصحبه وخرجه. جيب ابرة التنظيف. اهيه. دخل من تحت اللون الدهبي بس. عشان تيجي معي بشكل مظبوط كده. ازاي. ها قص الخيط الزيادة. وسبت الخيط بالولاعة. بس كده تمام. هنبتدي بقى نقفل الجزئين دول على بعض بالشكل ده كده. هجيب ابرة التنظيف بتاعتي. والخيط. اللي هو اللون ده. وهلضم في في الابرة شوية حلوين كده. يكفوا يعني ان انا اخيط بهم. ابتدي من اي مكان في الاعدة دي كده. اسبت الطرف ده. فيها هنا. هدخل من هنا كده. اجيب الحتة التانية. بتبقى الدائرة عليها كده. الشكل ده. ايه فين ازاي? وهبتدي اخيط كل غرزتين قصاد بعض وبعض. كده. بمنتهى السهولة. هتلاقوا الاعداد متساوية والدنيا ماشي معاكو زي الفول ان شاء الله. اه المهم ان تكون كل حتة في النص من دي تكون قصاد الحلقة من تحت. والعكس. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دلوقت هنبتدي نركب الإضاءة للفانوس بجيب اللمبة دي يعني يخلي أي كهرباء يعمل هالك دي لما مليها بتنور ألوان بدخل كده في نص الفانوس بالزبط وبتدي أخرج السلك من النص من هنا كده من فوق خاض أسحب اللمبة لجوه لغاية الأخر خالص لفوق تمام؟ الشكل ده كده ممكن نلف بقى عليها شوية خيط علشان نسبتها من خط المكرمية يعني اللون النبيت اللي احنا شغالين بقى اهو نجيبه وأربط عليها كده علشان ما تتحركش من مكانه الشكل ده كده أربط جامد ثبته كده وألف عليها شوية من الخط ده كده ببتدي ألف عليها كده شوية علشان أثبته كويس أثبت طرف الخط بالولاعة وبجيب الفيشة أركبها كهرباء أنا معلم على فكرة يا جماعة لو متعرفوش تعمله كده أروحوا لأي حد يعمل لكم الفيشة دي بس كده ركبت الفيشة بلف عليها شوية لازل الأمان ده شغل معلمين برضه وده شكل الفانوس بعد ما خلص ووصلنا له الإضاءة زي ما احنا شايفين كده جميل جداً لو كنتوا لسه معي لغاية دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واستنوني بقى في فيديوهات جاية كتير بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تودعوا ودعوا مع السلامة